موسيقى 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 لولادة يسوع نصلي ونغني ولاسمه المبارك نقرع الأجراس احتفالا ورجاءا نزين شجرة العيد بالنوايا والأمنيات الطيبات وكلما غرق العالم في الوحشة والعتمة نضيء مصابيح القلب ترحيبا بالآتي على نية الفرح والفداء رغم كثرة الشوك والمسامير لجوهر العيد ننحاز لا لزينته الفانية ولمقام معانيه النبيلة السامية نحاول الارتقاء على سلم الموسيقى والصلوات نصعد إلى سماء ملبدة هرمة نسبح بسم الله لتنقشع الغيوم ولتشرق شمس الخلاص من أحشاء ظلمة الدامسة عشية العيد نستقبل أختا نذرت حياتها لإله الأكوان لكنها لم تنسى أفقال الأرض وعذابات بنيها لم تكتفي بالصلاة في محراب حملت موسيقاها ومضت تشهد للحق والحقيقة تعزف على وتر إبداع يمجد الخالق ويرتقي بالمخلوقات إلى أعلى إلى حيث تسم النفوس وتتطهر من شوائب وأدران مثلما نصغي إلى صوت من تهاليل وتسابيح لصاحبته من اسمها نصيب فالفرح ليلة العيد يولد كما ولد صاحب العيد من رحم القداسة والأعجوبة الحاملة اسم العذراء مريم يسعدني استقباله مديرة معهد وجوقة القديسة رفقة الأخت الراهبة مارانا سعد والمرنمة السيدة لنا فرح أهلا وسهلا شرفتوا بيت القصيد وكل ميلاد وأنتوا بألف خير شكرا أنت بخير سؤال الأول سير مارانا أنه معنى العيد ليش منحتفل بعيد الميلاد؟ شو المعنى اللي بيكتسي العيد والاحتفال بالعيد؟ أولا شيء هذا السؤال نطرحه من نحن وصغار والأجوبة عليه كتير طبعا إذا بدنا نجواب الجواب المسيحي الكلاسيكي هو طبعا احتفالنا بميلاد يسوع المسيح كإله كامل وإنسان كامل على الأرض ولكن الجواب الأحلى من هيك أنه كل واحد باختباره المسيحي عنده جواب أو باختباره الإنساني عنده جواب خاص لأنه وقت اللي بنسأله من نحن وصغار عم نجاوب عليه وكل ما عم نكبر وعم نتقدم بحياتنا كل ما بصيرورتنا الإنسانية عم نشوف معنى العيد أكبر وأكبر والسؤال هون بيصير شخصي أنا أدي عم بكبر كإنسان قدام ربنا يلي خلقنا على صورته ومثاله وقدام المسيحي اللي تجسد كرمالنا وكرمال خلاصنا وقدام حقيقة أنا عم خلص حياتي وعم خلص صغيري معي على ضوء هالعيد شو أهمية الاحتفال بالعيد ليش نحتفل فيه ليش منعمل شجرة ليش منزين ليش منضوي منستقبل هدايا منودي هدايا هالطقس الاحتفالي كله شو أهميته برأيك حلال نحن بنعرف أنه التقوس كان إلى تاريخها وإلى أزا بده أقول عادتها وتأريدة عبر العصور يعني من خلقت هيك فجأة يعني منعرف أنه ما قابل المسيحية كانوا يعيدوا عيد الشمس ووقت اللي جسد ربنا وصار يسوع المسيح إنسان على الأرض قرروا بالكنيسة وخاصة من بعد نجمع نيقيا يستبدلوا هالعيدة اللي هو عيد الشمس 25 كنون الأول بعيد لهذه الشمس اللي هو يسوع المسيح ومن هيك منشوف كل هالزين اللي بتنعمل على الطرقات ولا بالبيوت ولا وينما كان دللة على يسوع المسيح النور أنه هو الطريق والحق والحياة يعني هو بدورنا حياتنا فأنه عم نستقبله عم نزين دنوتنا طبعا أنه عم نستقبله بالأنوار ونستقبله إضافة على الزين الخارجية الزين الداخلية اللي هي الأهم إن كان على السعيد الشخصي أو على السعيد العائلة والاجتماعي يعني من هيك نحن المسيحية خاصة بالماضي يمكن اليوم أبقى للأسف عم نعمل هالعادات كنا نسوم قبل عيد الميلاد ويتحضر العيد مثل ما أنا عم نحضره هلأ كمان بتسعوية عيد الميلاد يلي بتخلي الإنسان كمان يرجع لزيته يراجع كراءة حياته أنا ملتزم قدام ربنا أداعي عميش حقيقة مشروع ربنا الخلاصي بحياتي أنا وهيدا هي الاحتفال بالعيد إنه من بعد كل هالتحضيرات يكون الإنسان تجدد يمكن أعاد كراءة حياته ووعد ربنا بنور جديد يضوي بالعيد ومش بس نور الطرقات والزينية اللي عم بتكون بقدر ما يكون نور حياته كمان عم يستع مطرح ما هو إن كان بيعمله أو بحياته العيد هذا اللي سميته الزين الداخلية والله كمان شي تاني هذا على سعيد الشخصي نعم وعلى سعيد الكنسة الوحدي اللي بتجمعنا كلنا بتحضيرها العيد إن كان بالصلاة وإن كان بالمشاركة اللي تعيون مع بعضنا ومساعدة بعضنا لبعض دعم بعضنا معنويا وروحيا قبل ماديا لأنه للأسف العيد عم ياخد طابع صير أكتر تجاري ومادي بالوقت العيد أكتر معنوي وروحي وهذا الشي اللي لازم نرجع نجدده على الصعيد الإنساني والاجتماعي وإيد بإيد بنقدر نعمل حياة مجتمع مثالي وحضاري رح رجع لمسألة يعني إنه العيد قداش ممكن الخشي إنه يتحول أحيانا لمناسبة تجارية أكتر ما هي مناسبة روحية بس بدي أسأل مدام لانا فرح بالأول أنه الميلاد شو بيعني لك يعني كسيدي كربة أسره وكإنساني ومواطني لبناني وأيضا كمرتلي ومرنمي الميلاد هو بالنسبة إلي احتفال بمجيء المخلص منتذكر أنه هو لا إجا شهير يسالته إجا ليخلصنا ويقودنا للرب ومع زمن الميلاد كمانا منحتفل بسر التجسد الإله صار إنسان منحتفل بالطبيعة الإنسانية للإله وهون مش نهايك بالنسبة إلي منرجع للإنسان نرجع للآخر نفكر بالمأهور بالمظلوم بالموجوع بالمريد شو ما كان جنسه شو ما كان دينه شو ما كان انتمائه وبتخيل مش بتخيل يعني يسوع أجا وقالنا وفي كتير نصوص بتفرجي أنه بنقبل الاختلاف وبالعكس ما قبل ما نسمعك يعني ونسمع أدائك الحلو وصوتك الأحلى بدي أسأل سير مارانا كنت حكيتي عن يعني المناسبة أحيانا بتاخد بعد تجاري عيد الميلاد يعني من خلال الهدايا ومن خلال كل هالمسائل ما بتحسي أحيانا أنه هالجانب عم يطغى شوي على أبعاد أهم وأعمى أنا بنظري أن بترجع للأشخاص نعم قد الإنسان بيكون ويعي لمعنى العيد قد بيرد العيد لمعناته والعكس تمام يعني في ناس ما نعيش العيد بس عيش مهروجة العيد إذا بدك يلي بيهمهم بها الوقت يستفيدوا إن كان بالأسواق وإن كان بالبلنك بلنك إذا بدي سميه كل شي بيضو نعم وبتلاقيهم أنه عملوا كل شي بس ما عيدوا ومن هيك بتلاقي ما عم بحكم على حدا بس عم قولي الواقع اللي عم بيصير على الأرض من هيك بيصير أهمه مش إنه هو كيف عم بيعيش العيد ما بتشوفه سعيد ما بتشوفه كثير بيقوله مش حسين بالعيد الأحساس بالعيد مش إذا أنا معي ما صري اللي أجيب تياب أحساس بالعيد إنه أنا سعيد بنفسي أنا مقتنع باللي عم عيشه وين صرت من من قيمي وين صرت من أناعاتي أدي عم بكبر بإنسانيتي أدي عم بكبر بإيماني أدي رغم كل هالصعوبات وأنا عم بتخطيها وهذا هو العيد بهالحالي شو اللي من حطه تحت الشجرة أو من علقه على شجرة الميلاد غير الزيني غير اللمبات اللي بتضوي هل أنا بالنسبة لأقل المغارة مهمة نعم المغارة لا مهمة لأنه إن كنت طفل وإن كنت كبير متما كانت عم بتقول ست لانا إنه أولادة بيسألوها أسئلة ونحن أياما تلميزنا بيسألونا أسئلة أنه منشوف الإصابة بيجي عم بيبوس يسوع أنا كرهبة بخليني أرجع تسأل هالسؤال أنه عم بيبوس هالطفل أنه هالإله مزبوط صار طفل وبيسألوك لولادة بليه صار ليه يسوع تجسد وصار طفل هالأسئلة كلها بحط ذاتها هي أسئلة زبدك إيمانية وبنفس الوقت سرية يعني بتفوت بالأسرار لأنه قد ما يكون الإنسان زكي وقد ما يكون عميق وروحاني بيظل ربنا هو سر وهو الخلقنا يعني عندك علامات استفهام والله عندك يقين مطلق على إيماني لا أنا أؤمن أؤمن بقوة كمان يعني أنا بحس بي ربنا بحس بي وجود المسيح معي بحس بي وجود إدي سيرفق اللي أنا بيدايرة بس تطرحي أسئلة بطرح أسئلة على إيماني ده أنا عم بكبر فيه ده يمكن قصرت بمطرح ما بروحانيتي وإذا شير ما بيخليك تكبر إيمانيا بش العكس يعني بسأل أسئلة على نفسي تقدر أفهم كل شيء بالدين عارف أنه عند حدود وعارف أنه ما رح أصل لأنه نهار اللي بكون عم فكر كتير بتخربط إذا بدك لأنه بتعرف يقال الشك طريق اليقين أنه عادة نوصل لليقين من خلال الشك ومن خلال الأسئلة وعلامات الاستفهام طبعا بس إنه مش دايمن كمان هيك يعني هيدا ما فينا نخدها عطول ومطولة ونظلم يشين بالشك يعني بيصر على مطرح فيه يقين بده واحد يوع على يقينه كمان ويشوف إذا بده يساعد إنه بتوصل على إذا بدك كمان عمر واختبار وحتى شهادات حية بتخليك إذا بدك تشهد اللي عشته ولي صار نعطالك بنعم كبيرة لأن هذه النعم إذا ما نعبع في استغلة بيصير يقيني بيخوف يعني رح نتابع أكيد طرح أسئلي والإصغاء لأجوبتك سير مارانا ولكن لانا بدنا نسمعك إذا بتريدي من وحي الميلاد من قول شي سرييني متفضلي ماروني يونطليط تعينو ليل نشرو عاتق يوموت تعينو لي وزمر شبح مصرو حبيب مصرو وبرع تيرو دبكين وزعور شفار لغ تطراب وقيت ورقول تشادق أخ شبر فقود لي دي زمار لغ كي نور ودمز رتمي لك روب صبي ومال اللوخ أرسال الله ابنه الوحيد نورا للأمم واحتجاب في حشاة ماريام البتول ومنها تجسات أشراق نجمه في حدود فارس كما قال بلعام وأنار المجوس فحاملوا إليه هدايا الإكرام هالليل 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 نور ألف 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 شكر يعني طبعا تاريخ التراتيل والتهاليل والفن الكنسي يعود إلى قرون غابرة ممكن نعرج يعني خلال الحوار على هذا الأمر ولكن الآن سير مارانا بمنطقتنا في ظل ما تعيشه المنطقة يعني من حروب ومن اضطهاد ومن تطرف ومن تكفير ومن يعني كل هذا التوحش الذي يحيط بنا بتصير أهمية الاحتفال بعيد الميلاد إلى معنى إضافة إلى قيمة مضافة هو إذا بدك هنا منعرف نعيش مسيحيتنا لأنه المسيح صلبوه نعم يعني هديك اليوم كنا عم نصور شيء للميلاد والبعض اعترد أنه انتبهوا بس فيه صليب قلت لهم بالعكس هيده السر لهوتنا أنه نحن وقت المسيح تجسد جسد للصليب تجسد من بعض الصليب تيقلنا أنه فيه إيامة ومسيرة المسيحة الخلاصية بحد ذاتها فيها صلب وفيها ألم وفيها وجع صحيح صعب نفهم الألم نعم وصحيح أنه بيوجع ومحزن بس كمان صحيح أنه أنه الإنسان لازم يكون فوق هالأمور لو أنها كتير صعبة لو أنه خاصة بس نشوف أولاد عم تموت بس نشوف نس عم تنظلم ولكن ما بيصح إلا الصحيح وهيدي شهادة مسيحية حقيقية أنه رغم كل شيء رح يظل الإنسان واقف رح يظل يسامح رح يظل يحب وهذا الإنسان لأنه اللي عم بيكون عكس هذا الشيء هي مش إنسان ومن هنا إذا المسيح الجسد كرمالته يرد الإنسان بيقوله أبائي الكنيسة صار الله إنساناً لكي يعود الإنسان إلها لأننا خلقنا على صورته مثالاً ولنكون بهالألوهية فاللي بيكون بغير مشيغبات بيبطل بإنسانيته حتى بيصير عم تدهوى الإنسانية يعني ليكون له بعد إنساني أشمل وأوسع من بعده الديني المباشر هالشيبا نحكي فيه ولكن بعد من توقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام حلقة ميليدي خاصة من بيت القصيد مع الراهبي الماروني اللبناني الأخت مرانا سعد والمرنمي السيدي لانا فرح كرر ترحيبي وأيضاً بكلام يوصل نسمع رأي وشهادي مصورة من الفنان الصديق الأستاذ شرب الروحانة نسمع وصوى صور مرانا أختارد أن أتصلي من خلال الموسيقى من خلال تعليم الموسيقى من خلال كتابة الموسيقى والمزاج هو مطلوب بكل شي بالحياة يعني بالكتابة وبالحب وبالصلاة بكل ميادين الحياة هون بيت القصيد وهي عندها القدرة الاستثنائية بخلق هذا المزاج رغم كل المشاكل يعني أنا بتفاجأ فيها أنه بعرف أنه ممكن فيه مشاكل بالشغل فيه مشاكل يمكن شخصية ما بعرف بس قدرة تطلع فوقاً وتكمل بشغله وهذه الروح الإيجابية بتبسة للآخرين كمان إنه لم تكتفي فقط بأن تعيش الحياة الغهبنة بشكلها المتعارف عليه ولكن أضافت له بعد موسيقي ثقافي فني اجتماعي يلي ما بيتعارض بالعكس بيكمل رسلتها موسيقى كنا نردد من نحن وزار ليلة الميلاد يوم محل بغدو وبعدنا عم نرددها للأسف هلا مش عبيتطبق هالقول هالعبارة مش عم تطبق لبل إنه عم نشوف كيف المجتمعات العربية عم متعاني متعاني وعم بيصير فيك وارث بتمنى إنه إذا ليلة الميلاد يوم محل بغدو إنه من هالليلة وطلوع يعني نعطيه مجال للألفان وخمستاج مثلا إنه عن جد يوم محل بغدو على القليلة يخف شوية إنتا ما نكون كتير مثاليين سور مارانا من وين اسم الله بتجيبي هالطاقة لا تنقلي من عمل إلى آخر من التعليم للإدارة وتنتبه على الشيردي والويردي أكيد رح تقولي لي الله والمسيح أكيد بس بحب اسمع كمين جواب آخر فإذا ما لنا جواب آخر لا الأستاذ شرب الروحانة تفضلي تعرف الإمرأة بحاد ذاتها خلاقة نعم فكل واحدة ببيتها بيقولوا بتقدر تتحمل عدة مسؤوليات فشو حال إذا نحنا كرسنا حياتنا كلها لربنا عنا دعم رباني وبنفس الوقت عنا دعم مع القليلة يكون إنساني اجتماعي فهيدي بحس أعطاء من أعطاء لكل أم لكل أمرأة فصحيح أنه أنا راهبة بس أنا كمين بطمح أنه يكون أعطاء الأم يكون أعطاء بخلق وهيدي النعمة ربنا أعطينا إياها فاللي بقدر أقول عنه أنه بمبسط أعطي وبحب أعطي ويمكن أعطائي ما قلو حدود وما قلو بجميلة لأنه كمين أعطات كتير أهلي أعطوني كتير عائلتي أخواتي رهبنتي أعطتني كتير والحقيقة أعطتني كتير فقال شي إنه رد له نجميل طب انطلاقا من اللي قاله شربل إنه ليش ما اكتفاتي برسالتك رسالة الرهبني يعني أو رسالة الدينية الروحية درستي ودرستي الموسيقى وعم بتزاولي يعني العمل الموسيقي كتابة وقيادة لفرق أو جوءة الدينية رفقة هل أريد أقول لك شي إنه أنا ولا مرة فكرت شو بدي أعمل أو شو بدي أصير يعني أنا بعيش اللي عم بعمله وبعطيه فكل اللي وصلت له ولا شي كنت أمحط له إنه أصله غير إنه يكون رهبة يعني اللي أنا فيه مبسوطة فيه يمكن اليوم عم بعت موسيقى يمكن بكرة يكون عم بطبخ بدل ما نرس فيش رفته وبعت بفرح ويمكن يكون عم بقرأ وبمكتبتي وعم بكتب عدا إنه طبعاً وكل عملنا هو صلا بحد ذاته اللي بدي أقوله إنه أنا مش طامحة أوصل لمطرح من اللي عم نوصله بقدر ما إنه مطرح ما عم بكون عم كون صادق أو عم بعت مكتفي بدور الكراهبة بعرفها الشي بس شو اللي أضافته الموسيقى؟ شو اللي أضافت لك هي الموسيقى؟ الموسيقى هي اللغة اللي خلتني يمكن تواصل مع الأطفال والشبيبة أكتر من غيرها لأنه بتخصني وبتخصن غير ما تجيهم هو بتعرف من أيام بدء نشأة الكنيسة لليوم استعملوا الموسيقى للتعليم لأنه هي اللي بتدق بكل حواس الإنسان هي لقرب لقلو اللي بتجذب أكتر وبتعرف منقول حتى ما ترحمل لغة تبطل كيفية منفوت بلغة الموسيقى اللي بتعبر لما بيتعبر فطبعا هي اللغة الأسمى أنك تخلى الإنسان يقرب لكي شي ما هي تكون صلاة الموسيقى بحد ذاتها هي بحد ذاتها صلاة نعم اللي بتبطل صلاة مهما كان نوعا يعني بتصير ضجة تبطل موسيقى من هيك مشكلة الموسيقى هي موسيقى فيها تكون ضجة ونقول عنا موسيقى لا نحكي عن الموسيقى الموسيقى بحد ذاتها هي صلاة لأن الموسيقى إذا ما كانت حاملة حتى الرقي بتبطل موسيقى حسسني قلبي لانا عندك شي بهالموضوع يعني كونك درستي وبتدرسي الغناء الشرقي فطبعا علاقتك بالموسيقى علاقة حميمة هلأ يلي حكيتو ما بيذكرني إلا بصوت فيروز نعم فيروز والصلاة يعني وقتها تصلي وتكون عم تتأمل بتبكي بتبكي مش حزن تبكي بتحس حالك فرحان بس عم تبكي ووقتها اسمع فيروز زيت الشي ببكي مش حزن بس زيت تأثير الصلاة فبقى هيدا أكتر تعبير قداش الموسيقى فيها تكون صلاة بتحيك الروح طبعا على كل حال ما بدنا نحكي كمان قداش بتشذب النفس وقدي بتهذب الوجدان والوعية يعني يعني بيستعملوا كمان موسيقى لدمار الإنسان لا تعطيل دماغ ولا تعطيل فكره فمثل من هيك عم قالك بتبطل هيدي منسميها موسيقى ولكن هيدي ضجة مش مجالنا الليلي نحكي يعني عن نشقة الفن الكنسي منعرف أنه يعني مثل ما قلت مرتبط يعني بتاريخ الكنيسي نفسها والأنشيد إلى علاقة بالعهد الأديم والمزامير ويعني بكل المراحل اللي أطعطها الكنيسي لو وصلنا لمحال صارت الموسيقى أو صار الفن جزء لا يتجزأ من الكنيسي تقريبا اللي بدي اسأله هو قدي علاقتها الفن الكنسي اللبناني تحديدا بالبيئة اللبنانية وبالبيئة الشرقية خصوصا يمكن المؤسسين الأوائل أو الأباء الأوائل كانوا سريانيين وأنطاقيين يعني من بلادنا من منطقتنا على بما أنه عم بتحدد الإطار الجغرافي نعم أنا أحكي أكثر بكنيستنا ويمكن بالكنيسة المارونية بشكل خاص مش بس الكنيسة الشرقية بحد ذاتها العلاقة بين الكنيسة والأديار والمجتمع منذ نشأة الكنيسة هي بلحمة عكس يمكن كنيسة أوروبا أو اللاتينية اللي في فصل بعض الأحيان عن العالم يعني عالم الكنيسة بمطرحات لحيات المكرسة مطرحة وعالم المجتمع مطرحة ولو أنه بيلتقوا طبعا بالدين والتعليم وإلى آخره بينما نحن طول عمرنا بتاريخنا اللبناني والماروني والمسيحي أو الوطني بشكل عام كان فيها طول هاللحمة يعني تلاقي هالشعب يجي يشتغل بأرض الداير ويخدوا أرض الداير ويزرعوا ويفلحوا يجي وقت الغداء وقت الصلاة يطلعوا قبل الغداء يصلوا مع جمهور الداير يجعوا يروحوا على الغداء وينزدوا الرهبين أوقات والرهبات يشتغلوا معهم بالأرض ويرددوا إن كان الألحان إن كان الترانيم الدلعونة والفولكلوري اللبناني أو الألحان السريانية المارونية ومنهم يلاقي في كتير علاقة بين الألحان الكنسية والألحان الفولكلورية والألحان الرحبانية وفيما بعد اللبنانية اللي أخذت كتير من الموسيقى المؤدسة وهي دي مش خبرية بس تياخده من الموسيقى الدينية بقدر ما العلاقة كانت حياتاً اشتغلتي على هالموضوع اشتغلتي على هالموضوع شغلي وشغليني كتير حتى قبلي مش إنه أنا اللي أخدت هالموضوع يعني منشوف تقارب حتى بالألحان يعني فيها ناخد جملة موسيقية مثل منا نركبها على حن إذا بدك بعطيك مثل على أنت الشفيع والأكرم وأيازين يعني هن كتير بيشبهوا بعض هيده مثل فيه طبعاً بالألحان السريانية بعد أكتر سيلة بين زكي نصيف قدام لحن على الألحان السريانية أخواني رحابني لحنوا على الألحان السريانية يمكن إذا بدك نعطي فيه مثل هالله هالله يطرب عن طورة بركي كمانا كانوا ياخدوا الوزن نعم شو بعد فيه؟ بما أنه عند نحكي عن الموسيقى والغناء يعني بدنا نقتنم فرصة وجود لنا معنا نطلب سماع المزيد لو سمحتين رح أقول له غنية شال شعر سعيد عقل فضلي مرخاً على الشعر شال ليرندلا هلا هلا به بياب الجمال من يا حباب الكؤوس من جملك من فصلك حلوا كحلم العروس بياب الجمال لمثنية تشتكي ثم تغيب هم يا حبيب بلوني الليلكي هم لا تقرب يداهم بالنظر أبقى الأثار ما لم يزل موسدا يا طيب شال تلم عن النجوم لأن يرى أو يشم قيد لي موعد في ظل شال ترى الخيال سوكنا ومستنجدو قيد لي موعد في ظل شال ترى الخيال ترى الخيال سوكنا ومستنجدو ما لي سألت الزهر عن منزلي فقيل لي هناك خلف القمر موسيقى شو بدو يحكي لو أحد حقيقة لما الكلام مع اللحن مع الصوت القد بيتنغموا فهذا الإبداع هون بصير الدار رحبان اللبنانية سباقة كانت بالانفتاح على الفن على الأغاني على الموسيقى على هالأمور قطول عمرة نعم يعني نحن عاربينها بالأديار بهالانفتاح ما كان في شي مغير يعني يمكن صحيح أنا بجو تأسيس المعهد طورنا شي بدايما وستجربتها حيث طريح الأديس الرفقة ولكن بالرهبان هذا شي كان سبقنا بكتير هل ممكن نشوف راهبي لبناني عم بتغني مثل ما شفنا الأخت كريستينا مثلا اللي شاركت ببرنامج مواهب معروف بإيطاليا إنه يمكن إذا عندها كل الأدورات نعم ما أعرف ما في شي بيمنع يعني ما في يقول إيه ما في يقول لا دون شك إنه بتخلق شوية ممكن صدمة للبعض اللي معود على الحياة الرهبانية اللي شوية كلاستيكية نعم عم نشوف تطور عم نشوف انفتاح بالحياة الرهبانية خلق هي كمان استشهدت سير كريستينا بالبابا إنه طلب إنه التبشير يصير بطريقة جديدة يعني كانت هاي دي يمكن دعم لإلا لأن تعرف نحنا كنا بالنتيجة تبعين لكنيسة روما الكاثوليكية نعم لك البابا دعمهن عطاهن دعم بهالتعليم يعني نفتحه للعالم ما تخافه وبتخيل ترى بنت تكون وقفة حدا معروف إنه شخص ركز بزيادة إنه عنده شي تعطيه ودون شك إنه جذبت كتير من الشبيبة وهذا هدف الكنيسة نقرب من العالم مش نبعد العالم عنها بس بحس هون رح يكون صعب بمجتمعنا نتقبل راهبة عم بتغني اي عم بتغني ببروغرام مثل هالبروغرام يعني نحن صار عنا كتير رهبين ورهبات بالإعلام ما في مشكلة بالمسرحيات يعني معروفين بس بنطاق هيك ما بتعرفين ما بتعرفين أنا بقول شغلة بتمنى إن شاء الله بس عم قلتك بحسة أصعب من أنه يوروبا هو هو اللي صدم شوي يمكن طريقتها بالغنى الوقفي طبعا بس ما فينا كمان ننسى شغلة إنه هالجيل هو ربي بهالطريقة ما فيك تيجي بعد عشرين سنة خمسة عشرين سنة ما عم بيفوتوا على الدار صغار عم بيفوتوا عمرونا عشرين سنة عشرين سنة أخدوا تربية تانية أخدوا موسيقى تانية أخدوا إيقاع حياة مشية رأصة كله تاني أنا مثلاً شخصياً ما بتشككني سور كريستينا لأنه بعث أنا ربيت هيك يمكن أنا تيجي تخليني أرقص مثل سور كريستينا بتستغربني لأنه البيت ببيت مارونة لبنانة بنت جبيل يجي أرقص مثل سور كريستينا تقول له عم غريبة شفابيش هدا جوا بينما هي تليانية ربيت معها الشباب بإيطاليا بده واحد كمان قبل ما يحكم يشوف إطارة الاجتماعي كيف كان إطارة السقافي كيف كان وبتلاقيها جداً طبيعية لأنه بتشبه اليوم يمكن بنت أختي اللي بترقص مثله لأنه هالجنراسيون أو هيدا الجيل عنده غير سقافية اللي نحنا ربينا فيها وهون بتصير تتقبلها وتحبها مثل ما لنا وتعرف إذا قدرتها تعطي الكنيسة لأنه هون الكنيسة مثل ما هي الكنيسة عم تعطيها كتير هي رح ترجع تعطي الكنيسة مثل ما كنت عم أقول نحنا أخذنا كتير تعامنا رح كمل يعني ورح نحكي عن جوءة الأديسة رفقة وعن مسرحية رفقة ولكن سمحوا لي أن توقف استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد تلينوا يا بين التل والوادي في البيت الهادي عذرهن أمقاها فخر العباد تطوي العذره في القلب نذره تقل عمره لله عذره تطوي العذره هلا بكتير الله معي رح يتفكت جسمك الله معي رح أسحب سبب الأربان رح تليني عيني تليني موجودة سبب الأربان موسيقى 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 نتابع هذه الحلقة الميلادية من بيت القصيد مع الراهبي الماروني اللبناني الاخت مارانا سعد والمرنمي السيد لانا فرح قبل ما نسمع الأساس الفنان القدير جورج خباز اللي كتب مصرحية رفقة وطبعا الموسيقين اللي تعاونوا معكم مرسا خليفي وشرب الروحانة اللي اسمعناه من شوي وخالد مزنر وآخرين هلأ منحكي عنهم ليش اخترت دير ماريوسف جربتها لتعيش رحبنتك والحقيقة اللي فيه ضريح لقديسة رفقة الحقيقة انا كانت بزيارة للدير نعم وكانت بمرحلة تفكير بيدعوته اذا بترهب او لا لانه تعرف هيدا موضوع كل حياتك بدك تقدمها يعني فبتذكر انه فت على ضريح قديسة رفقة واركعت وصليت قلت له ساعديني اكتشف دعوتي اذا حقيقة دعوتي اترهب وبوعدك ما بكون الا عندك وانا ما كنت عارفة للدير لقيا رهبنا بينتمي ولا انو شو فيه بقلبه ولا شو رسالته فكان وعد بيني وبين رفقة انه هي تساعدني لا اكتشف وتأكد من دعوتي وبوعده انو ما بكون الا عنده وهكسر فوقت هالي فتت فيني اسأل ليش عملت راهبي انا كنت ببحث بحياتي انو شو بدي اعمل انا كنت ست بمرحلة الحياة الجامعية عم بلاش تجامع وكنت عم بتسئل عن كتير اسئلة بالحياة مثل ما كل شاب وصبية ب 18-19 سنة بيطرحوا اسئلة عن معنى الحياة عن معنى الوجود عن رسالة شو بيهدني وكنت عم فكر انو انا شو رح كون كان قرار سهل يعني اختيار رهبني اللي هي يعني مسألة حياة كاملة هلا بقدر ما انت بتكون فيت بعمق القصة بقدر ما تحبها بقدر ما الحب كبير بيصير قدر تقول نعم الصعوبة كانت بالاول انو تعرف كل امرأة هدفها بالحياة تتصير ام نعم فكرة انو اتخلى اتخلى عن الامومة الفعلية بالحياة اخذت شوية معي وقت ووقت اللي اجهزت وقلت انا فليكن انا بكون راه بك الحياة وهيك سار هكي الحال بنحكي اكتر شوية عن الدير والمعهد والجوءة بعد ما نسمع الاساس جورج خباز لو سمحت بداية السلوك المسيحي بالتواضع لما ملك الملوك خلق بها المغارة المسيحية هي نمط عيش هي سلوك عنوان المحبة كيف بلا تكون علاقتنا بالله من خلال علاقتنا ببعضنا بعنوان عريض اسمه المحبة هالمحبة تتضمن تتضمن مبادئ كتير على رأس التواضع اذا ما فيه التواضع ما رح يكون فيه تقبل الآخر واذا ما فيه تقبل الآخر ما رح يكون فيه محب صديقة عزيزة جدا وكان قلي الشرف انه اشتغل معها بمثل حيات حيات الادسي رفقة واكتشفت مدى عمق رسالتها واهمية رسالتها هي انها عم تجمع بين شغلتين كتير مهمين يمكن قرقة شغلتين موجودين بحياتنا الروحانيات والفن وصار في عنا بقضاء البترون وانا كوني بتروني بحب علقها النقطة صار في عنا كتير موسيقيين بكل بيت صار فيه موسيقي والسبب يعود للاخت مرانا اللي قدري بجمعات كل الشباب والصبايا والولاد يعني عندها بالكورال من عمر الخمس سنين لعمر السبعين سنين بتمنى للا شر مرانا انه ما تتعب وما تخزي للاقيام لانه مسيرته راقي جدا وهيدي المسيحية الحقيقية كلما بيقول مسيح كلما اجتمع اتنين باسمي كون انا بيناتهم فكيف اذا مجموعة مئة وخمسين شاب وصبية مع خمسين موسيقي مع ألاف من الحضور على هالرقي هيدا ياني لان وبحضرك قدا بعد انت مستعدة صور مرانا انك تعملي مسرح ما رح تسميه مسرح روحي مسرح انساني موسيقي متل ما عملت بيرفقه الجواب عند حضرتك انا قلت هيدا الجواب قبل قلت له ان اللي بيشتغل مع جورج خباز بباطل يعرف يشتغل إلا معه نعم فاذا جورج المخرج والكاتب انا مستعدة كل يوم يعني عندك السعدات شاركي بعمل مسرحي مش بالضرورة يكون عن اديس او عن ابديسي او يعني اذا يعني اللي قلته هلأ عن جورج لانه جورج حسسني بالرسالة بغض النظر اذا العمل مسرح ديني او مش ديني يعني في رسالة انسانية في بعض انساني اللي بحب اقوله بكل مسرحية جورج تطلع عم بتصلي يعني بتطلع برسالة فاذا الفن اللي عم نحمله هو فن انساني في رسالة انسانية معناتها برد على صلاته واكيد بقبل شو اللي خلاكي تختاري او تتعاوني مع جورج خباز لا يكتب مسرحية عن الاديسي رفقة يعني معروف جورج بمسرحه صح فيها هالهاء يعني مسرح هادف هو بس مسرح كوميدي فكان مفاجأة انه يكتب جورج مسرحية عن الاديسي رفقة هو لا انا ما كتير بيفاجأني لانه بالكوميدي طبعه نعم فيه رسالة يعني ما بتفاجأ مش لازم العالم حتى تتفاجأ لانه متل ما بتضحك بمسرحياته بتبكي نعم ومثل ما بتنبسط بتنوجع لانه بتشوف حالك بالمرأة وين انت صادق وين انت مش صادق وين انت كنت حنون وين كنت آسر بكل مسرحياته فالخبرية صارت انه من بعد صدقتنا ومعرفتنا بستي جورج وطبعا انا بقول انه ابن الدير كمان صار لانه جورج بيجي على جربتنا كان جاي على بيته فكنا عادينا عم نفكر سوا معه مع استشار بروحانا بحضور الام الرئيسي مرمرة باسير وعم نقول انه ردنا على اليوبيل بمسيها بالخير طبعا لازم نشوفوها لهذه الحلقة مهم مفروض فبوقتها عم نقول شو بدنا نعمل على يوبيل ديسي رفقة وفكرنا بمسرحية مغنيت ممسرحة ولكن الفكرة الرئيسي كانت عم بتقوله بدنا نبعد عن القلم يلي بيوجع لانه رفقة معروفة بسر القلم ونفرج فرح رفقة بالقلم وما في سواني بعبقريت جورج بيقول الائتا رفقة وشخصيتان على المسرح والقلم وهون كمان طبعا ستلينا اللي أخدت دور الائتا رفقة وكانت المسرحية بتخيل أصدقاء وصلت للعالم كلها وانا تسنالي تسنالي يشوفها واستمتعت بمتابعتها حقيقة عم بحكي كيف عشت دور الائتا رفقة الحقيقة كان صعب من ناحية انه انا دجا مسل لانه كانت اول تجربة إلي وتتعيش دور الديس رفقة يعني حتى انا وعم بقول كلماتها هي كيف فكرت كيف عاشت جرب استوعب انه شو عملت شو عملت هالامرأة شي كتير كتير صعب بس كان شي كتير كتير مؤثر يعني اوقات نحن عم نمثل انه ينزلوا دموعي عن جد وصير عتلين هام كيف بدي أرجعهم وكفة بس لانه عن جد كمان بنرجع المسرحية تعرفت على سيد لانا فراح واكتشفت هالصوت الحلو لما بين شبع منه لو سمحتي قبل ما نحكي كلمتين عن الجو أو المعهد سمعينا المزيد من دوراريك من وحي الميلاد فضلي اشيد اشيد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نستمدوا من وين ممكن يعني نحظى في بعالمنا اليوم ببلادنا بشكل خاص ولكن بعد استراحة سريعة نتابع بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وضيفتانا وضيفتانا الليلي الراهبي الماروني اللبناني الاختمرانا سعد والمرتلي والمرنم السيدي لنا فرح أهلا وسهلا فيكن بالقسم الأخير من بيت القصيد أجد قبل ما نطرح الأسئلة المتبقية رح نروح برفقتكم إلى دير مار يوسف جربتا حيث ضريح القديسي رفقه نشوفه بعلامة فارق هنا حيث السكينة والخضرة وموسيقى الطبيعة النظرة ترفع الأخت مارانا ساعة صلاتها لأجل المعذبين في الأرض وتحلم بعالم أقل عنفا وقصور موسيقى هي تعرف أن من علق الأرض على المياه قادر على منحنا بعض أمل ورجاء في زمن القحط والجفاف وهل غير الموسيقى ما يجعل الكوكب أخف وطأة ويقيم مصعدا إلى الله الموسيقى صلات هكذا هي في عرف الراهبة المقبلة على الإبداع تبثها في الطفولة والأرجاء وتتفيأ ظلال رفق القديسة التي حملت ما حملت من آلام الجسد الفاني إيمانا منها أنها تخفف بعضا من آلام البشر موسيقى في حضرة الصلاة والمحراب تقيم الأخت مارانا وتقيم أيضا في الموسيقى والتراتيل والإنشاد لتمنحنا الكثير من الحب والفرح والجمال ثم تنضي هادئة إلى بخورها ونذورها ونياتها المباركة كشجرة الميلاد يعني بعد ما شفناكم بالدير وتسنى لي أني زور هادئة دير أكتر من مرة وأول مرة ظهرت ابني بحياته مشوار خارج المنزل كان عمره عشرين يوم زار دير مار يوسف جربته بمناسبة ميلادية مع قناة الألبيسي اللبنانية هالضريح الأديسي رفقه بعرف أنه بزوروه ناس من كل الديانات من كل المذاهب ليش يعني ليش بيستقطب ناس مش بس مسيحيين مسلمين أيضا وهل شي بيعني لك يعني أنه الجميع يأتي إلى القديسي رفقه طبعا لأنه رفقه بتجسدها الشهادة المسيحية يلي هي رسالة لكل إنسان وكل إنسان وكل المجتمع اللبناني بغض النظر شؤدين فاللي بيجوا بيجوا حاملين نوايا بيجوا حاملين صلاة طلبات من أديسي رفقه وبتعرف أنه بيتنقلوه من التملة الدينة أنه أديسي رفقه ما كان عنده أولاد واترحت طلبت منه وأخذت رابعا قبره وصار عندي ولد أديسي رفقه كنت مريض وطلبت منها تشفيني قالوا لأنها بتشفى وطبعا هذا إيمان العالم يلي عم يجوا عم بيحجوا بهالمكان يجوا يركعوا قداما ويصلوا وطبعا هو بالنتيجة الإديس هو إنسان مثلنا مثله ولكن يمكن صدقه وأداسته هي اللي بتقربه أكتر يطلب من ربنا يعطينا أكتر ويصلي لنا أكتر يعني ما ليك بيصير حاضر لقلنا ويعطينا كل واحد بحسب نويه وحاجاته ويمكن العلاقة أقرب معه لأنه إنسان مثلنا مثلنا وقت نستحن قدام ربنا نطلب إشياء منقول أعطانا كتير وبعدنا عم نطلب مع الأم وخاصة إذا كانت رفقه أمرأة أهيا وحد يمون عليها يدكي عليها يخبر أخباره يلي هي بتكون مثل وسيلة لأنه نوصل على ربنا 2014 كانت مقاوية الديسي رفقه يعني 100 سنة على وفاة نعتبر ولدتها بالسماء نعم والمسرحية كانت بيها المقاوية يمكن سألت سوير مرانا شو اللي بيتمثل الديسي رفقه بيطرح السؤال نفسه عليك سيدتي وحضرتك جسدتي مثل ما قلنا شخصيتها بالمسرحية شو بتمثلك الديسي رفقه الحقيقة كل اديس بالنسبة إليه هو بطل نعم يعني كانت بطلة وهي بطلة نعم بشو؟ بطلة بمسيرتها بطلة باللي قدرت عملته باللي قدرت جوازته وتحملته مشن هيك نحنا بإيمانها أكيدة يعني بصلاتها مشن هيك منرجع لأنه هي إذا هيك مرحلة قدرت تتخططها بالصلة وبالحب وبالفرح فبقى هي قمصورة كتير كبيرة لألمه لك الإنسان موجود كل ما أخدت منه هي كل ما خففت عن غيرها يعني كل ما كانت حصتها أكبر كل ما غيرها كانت حصته أقل من الألم هذا اللي جاي اشتح لكي أنه أنا طرحت كتير السؤال أنه عم صلع قبرة وأنا عم شوف رفقه من قريب فأقول أنه شو سر هالقلم عند الراهبة ما بتقدر تشرحه إلا ما تشوف حقيقة الخلاص اللي عم تعمله يعني اليوم وقتا تشوف أطفال كبار صغار من كل الأعمار يبيجوا على وادي جربتة يعني تعرف نحنا بتنتهي الطريق عند الدير كلهم وقفين قبل رفقه في طبيعة شاحرة ورغم واجعهم عم يضحكوا رغم بفوتوا عم يبكوا بيطلعوا عم يضحكوا رغم كل الصعوبات اللي عم يمرقوا فيها بيكونوا بفوتوا عند رفقه طرعوا على عنا بنفس بروح جديدة بتجدد عملي حتى على الأرض بتشوف الأم يلي مريضة عمرها 30 سنة مريضة بالسرطان هي عم بتقوى عائلتها هون بتفهم صر خلاص رفقه يلي هي حتكل موجوع يلي حتكل حزين يلي حتكل فقير بش بسمة دين فقير بتعبين هل ممكن نشوف بجوءة ديسي رفقه يعني أعضاء بالجوءة موسيقيين أو مرتلين منشدين غير مسيحيين من الديانات الأخرى يعني مسلمين من المذاهب مختلفة حلق بحكم المنطقة اللي نحن فيها البترون البترون وجرود البترون وشبايل الأغلبية هن مسيحية بس مثلا بمسرحية رفقه عزفوا معنا موسيقية إسلام وبالعكس أنا كنت بفرح أنه عم بيكونوا معنا لأنه أو شيء في مشاركة في قضية كلنا عم ندافع عنا بالفن وكلنا عم نشهد له وحبت أنه هن تعرفوا على أديس رفقه في منه ما كانوا بيعرفوها والأحلى من هيك أنه بس خصة المسرحية بدون يكمله أنه بليس خلونا نظل عم نعرض هالمسرحية وعم نعزف لأنه جوه كتير حلو فعيشوا يلي نحن حبينيه وقدمنيه وإذا بدك فاتوا معنا بالقضية الإيمانية اللي نحن عم نشهد ممكن هالأمر يتطور طبعا نعطول عنا أساس ممكن تعاوني مع كتاب مع شعراء مع ملحنين طالما نبي ذات الهدف طالما نحن منفتحين وطالما نبطل بالهدف هو هذا اللي بيخلينا نبطل نتشارك أو نتحد بالعمل طالما الهدف هو ذاته على ذات الفكر والإيمان فأكيد نحن منفتحين لكل إنسان فينا نقول أنه عيش الآخر أو مشاركة الآخر مسألة مهمة يعني عيش مهمة اليوم نحن بالميلاد عم نقول أنه الميلاد بنا يحتفل فيه كلنا سوا يسوع طلع من بلادنا بدنا نفرح كلنا سوا بها الولادة طبعا لأنه كلما فتحت إيديك كلما غمرت أكتر نعم فنحن أكيد فتحين إيدينا للكل ومؤمنين أنه بالعمل المشترك وعمل الجماعي بشكل خاص في قوة أكتر في رسالة أكبر وبتوصل للعالم كله وأنا هذه شغلة عشتها خاصة من بعد مسرحية رفقة أنا بأمين بغيري وبحب أوسق لأنه بالاتحاد كوة وبغض النظر كلما كنا من جنسيات مختلفة من أديان مختلفة من أنماط ويمكن سقافات مختلفة كلما كان العمل عم يصل لأكبر نسبة عالم قبل ما نسمع لانا كمان مرة قربنا يعني يخلص الوقت للأسف دائما الوقت بيخلص أو مثل ما بتقول السيدة فيروس بالآخر دائما في آخر في وقت فراء شو هي أمنياتك أو النواياك مثل ما بتحب تقولي بمناسبة الميلاد عشية الميلاد نحن قبل عيد الميلاد بلايلتين في أول ثلاث نوايا تفضل نية الأولى أنا بقدمها عنية العيلة إذا نوات العيلة ما كانت مأسسة مزبوط في خوف من خفع مجتمعنا من خفع وطننا من خفع كنيستنا فبتمنى بيها العيد نرجع نحافظ على العيلة أم وبي وولاد ونحافظ على أسس العيلة نية تانية شخصية من بيب حياة المكرسة إن الكنيسة بيحاجة لكتير من الدعوات الرهبنية ونحن بسنة الحياة المكرسة يعني البابا أطلقى والبطرك البابا فرانسيس نعم والبطرك من أسبوع كان احتفل مع كل المكرسين البطريات بشهر الرعي نعم كرمال افتتاح السنة المكرسة فبدأ كل الشباب والصبايا وقال لهم ما تخافوا الحياة المكرسة كتير حلوة بدأ ناس تكون جاهزة لتاع الحياة ما بتحني أحيانا للحياة المدنية بحط المدنية بين مزدوجات إذا عقبارنا الرهبني شكل من أشكال العسكرية يعني أو الخدمة العسكرية لا لأني مقتنع أنا مش عم يعني لو دور عم بتمثله بتتعب وبتحن نعم بس أنت عايشها هي صارت حياتي نعم يعني ما بشوف حالي بقى بارت رهبنتي لأ سمحار لما حدا بيعرف شو بيصير بس لحد اليوم أنا إنساني مبسوطة جدا بيدعوتي والأمنية الثالثة بتمنى من كل إنسان مهما كان لونه أو دينه أنه نبني حضارة ما نهدم حضارات وخاصة بالشرق يعني نحنا كانت أم الحضارة من خاصة الشرق الأوسط عم ندمر بلادنا عم ندمر أديارنا كنيسنا عم ندمروا كل هالأمور يلي فيها تاريخ تاريخ الشرق كله حرام عليكم كفة دمار تعالوا نبني ونبني حضاراتنا ونحافظ عليها على قليل نحافظ عليها لانا أمنيتك بالميلاد بناء على أمنيت الأختمرانة أتمنى من كل قلبي يقدر يكون مسأل حلو لولادي خاصة ولكل اللي بعرفهم بحياتي تنقدر نكون عطر حلو بها الكون وأكيد بصوتك اللي هو أكتر من عطر هالشي إن شاء الله بيتحقق اسمحولي قبل ما اختم معك بصوتك بصوتك مثل معلنا وأدائك أقول هالمقطع هالشعري ده هو بعنوان ترنيمة بقول وأنا مثلك سيد الشوكي والعطايا أتيت من رحم مضيئة مذودي حداء صرختي الأولى نجمة بكائي ينبوع صديق وأبي في البعيد فوق رأسي هالة المساكين في كفية مسامير الشك والشوك لا شجرة عندي لا مغارة لا مجوس أفترش القلب وأنتظرك فهل يزهر يوما شجر اليقين يا ابن الغيبي أنا ابن الغياب يا ابن الغيبي أنا ابن الغياب الهالة فوق رأسي ليست ضوءا ولا ادعاء قداسة لعلها بخار الأسى ودخان الغضب أسئلة للغيم وعتبي على السماء لست كافرا ولا ساحرا لألقي عصاي ليست كل الدماء حمراء علامات الاستفهام قطاع الطرق لو رجعت الآن كيف تعبر الحواجز والجدار أجراس المهدي مكممة الأفواه والقيامة تحت ركام البيوت والأحلام تلزمنا أعجوبة أخرى سيد العذاب تلزمنا أعجوبة أخرى سيد العذاب لا حاجة بنا لمزيد من النبيذ والأسماك تلزمنا أعجوبة أخرى وأنت بها أدرى أعجوبة أخرى وينها تلبك معادي حكي ماتت لشو تخبر أعجوبة أخرى أعجوبة أخرى أعجوبة أخرى إنا يا ورد راح نبكي إنتو أنا يا ورد بهونيك ليلة برد إنتو أنا يا ورد بهونيك ليلة برد حكيت لحكاية الحلوية إنتو أنا يا ورد بهونيك ليلة برد حكيت لحكاية الحلوية فايق وشو طالت فايق وشو طالت حكاية الحلوية فايق وشو طالت قالت حلوية أنا خلصت لحكاية ودقيت عشبك بعد سنين سنين، 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 سنين شفتوا انفتح، كيف شكل، بعدك هول قال أعلمتني حلوية الحلوية حلوية الحلوية حلوية الحلوية حلوية الحلوية نف اللايت اترك عطر بها الكون إن شاء الله عطر صوتك بيظل حاضر ناضر دايما إن شاء الله دايما بتغني للفرح والأمال والرجاء أهلا وسهلا فيك شرفتي ونورتي بيت القصيد سيدي لنا فرح سير مارانا سعد أهلا وسهلا فيك وألف شكر على وقتك أنا بحب عيد الشباب جميعا بعيد تلفزيون الميادين وشكرا على استقبالك لألنا وبعيد كل اللبنانية والعالم العربي نعاد عليكم ميلاد مجيد إن شاء الله يا رب بيكونوا عطول ميلاد السلام وإش ميلاد الحرب أهلا وسهلا فيكن أكيد أطيب التمنيات وأحر الدعوات لجميع الناس بمناسبة عيد الميلاد نتمنى إنه السلام والحب والفرح والخير والجمال يغمروا أرجاء المعمورة كلها سوا مثل العادي ألف شكر لفريق العمل ولمشاهدين الكرام بكل أنحاء العالم نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله